في قرار جديد منعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات استخدام إطارات جميع سيارات الركوب والدراجات النارية التي يتجاوز عمرها الافتراضي خمس سنوات سواء خلال الاستخدام أو حتى في المخازن وقالت مواصفات إن اللائحة الجديدة تتضمن خمسة وعشرين مواصفة قياسية للإطارات بكل أنواعها يذكر أن الإمارات تستورد سنويا بحدود تسعة ملايين إطار سيارة في حين تنتج مصانع الإمارات نحو ستين ألف إطار أظهرت إحصاءات أصدرتها جمارك دبي أن تجارة دبي الخارجية المختصة بقطع غيار السيارات بلغت في العام الماضي نحو سبعة وثلاثين مليار درهم بزيادة تبلغ ثمانية مليارات درهم عن مستواها في العام الفين وتسعة هذا وتعد اليابان الشريك التجاري الأول لدبي في واردات قطع غيار السيارات